وللحديث عن حسم النتائج الأولية لصالح التيار المحافظ في إيران والحديث أيضا عن دخول إيران في مرحلة استقطاب سياسي ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والسياسي الإيراني حسين داعي الإسلام أهلا بك معنا سيد حسين أهييكم وأهيي مشاهدي قناة الراف الدين وأهيي بشكل خاص الشعب الأراقي الشقيق الذي آنه كثيرا من جرائم و تدخلات النظام الإيراني و أمالاهي من الأحضاب و ملشيات المجرمة في العراق ولكن آزم و مسمم على تطهير العراق من هؤلاء المجرمين و إنشاء الله سه ينتصر لأنه يعتمد على شبابه و على نسائه و رجاله و إنشاء الله النصر قريب للشعب العراقي إنشاء الله أهلا بك سيد حسين بداية دعنا نتحدث عن فوز إبراهيم رئيسي بمقعد الرئاسة في إيران ما الذي يعنيه هذا الفوز بعد كل الانتقادات التي دارت حول ترشحه لا سيما ملفه الحقوقي كما تعلم نعم في الحقيقة لا نستطيع أن نتحدث عن فوز كما يعلم جنابك لا توجد انتخابات حقيقية في إيران لأن المرشهين يعني تم اختيارهم من قبل مجلس يعمل تحدثت ترد خامنهي و هو كان مزترن يعني خامنهي أن يدع هذا المجرم في منصب الرئاسة لا يوجد فوز ولا يوجد ببعنما فشل ذريع للنظام برمته لخامنهي بشكل خاص ولا نستطيع الله نتحدث عن تيار إصلاحي أو مقتدل أو متشدد خلال أربعين آمن مذا تعرف هزرتك هذا النظام يحكمه ولي الفقی و سياسة النظام في الداخل و في الخارج كلها بيد ولي الفقی ولكن تيار إصلاحي كان في الحقيقة تيارون يساعد النظام أكثر من قوات الحرس لإبقاء هذا النظام ولكن انتهد هذه اللعبة كما حتى في الشعب الإيراني في انتفاضات الأخيرة الإصلاحي والأصولي انتهد اللعبة أما بالنسبة لإبراهيم رئيسي لماذا خامنهي اذتره أن يدع هذا المجرم في منصب الرئاسة تعرف هزرت رئيسي صفاه مجزرت ثمان و ثمانين يعني كان عز في لجنة الموت التي أدمت هذا لجنة ثلاثين ألف منت سجناء سياسيين من أعضاء مندبل مجاهد خلق اذتره خامنهي يعني هو الورق الأخيرة لخامنهي من عجل بقاء النظام يعني هو علامة على عجز و نقطة نهاية لحاظ سقود كان خامنهي يعرف ماذا يدور حول ترشيه إبراهيم رئيسي خاصة كمعشر تهزرتك حول ملف الحقوقي و يعرف تدائياته في الداخل الإيراني و في الساحة الدولية و كل إصابات و فسائل النظام تنبع به هذا الموضوع به خوف شدید ولكن لماذا دخل خامنهي إلى هذه الهاوية يعني أرز نفسهي لهذه العاصفة في داخل الإيران و في الساحة الدولية يعني أشرتك منظمة الأفدولية اليوم قال هذا المجرم يجب أن يتم تحقيق يعني يجب أن يتم محاكمته لإرتكابه جريمة ضد الإنسانية يعني يجب أن نجد الجواب عند النظام وصل إلى نهايته و يواجه عزمات مستأسية في داخل إيران رؤوس دولية نعم لمواجهة هذه الأزمات يسأل خامنهي إلى يعني أن يجعل نظامه لونا واحدا طيب سيد حسين يعني خروج أصوات معارضة من قلب الدائرة الضيقة التي كانت في الحكم لا سيما أحمد نجاد هنا أقصد إلى أي مدى يؤكد دخول إيران مرحلة الاستقطاب السياسي مع تأييد المرشد خامنهي كما ذكرت لرئيسي والله في الحقيقة هناك استقطاب ليست في داخل النظام بين أجنهت النظام أحمد نجاد وآخرين هناك استقطاب بين الشعب الإيراني الآن و بين النظام برمتهي خامنهي والآخرين يعني انتحد لعبت الإصلاحيين في إيران هناك شعبون يريد إسقاط هذا النظام و في هذه الانتخابات كما قلت لحزرتك يعني ازترق خامنهي يزع رئيسي في هذا المنسب لمواجهة جيش والجياء و جيش والعاطلين عن العمل يعني عبدال رغبته والاستقوط هذا النظام خلال انتفاضات الأخيرة هذه الانتخابات تعرف حزرتك واجهة به مقاطع شعبية واسعة من قبل الشعب الإيراني الأرقام قم أعلن و بأن تقریبا یعنی ثلاثين مليون شاركو في الانتخابات بينما في الحقيقة حسب الإحصائيات لنحن من داخل إيران وسلتنا ست ملايين فقط من از سبتين مليون ناخب معهلين للمشاركو في الانتخابات ست ملايين شاركو في الانتخابات يعني لعلم حزرتك تقریبا الف و معتين من الف و معتين یعنی مراسل و صحوفي لقنات سیمای آزادی قنات مقام الإيراني في داخل إيران يوم عمص ارسلوا تقریبا آلاف من المقاطع و ویدئو من مراكز الاعتراف مراكز الاقتراف في إيراني كان خاليا من الناخبين و قدرنا بأن عدد الأسواد كان تقریبا ست ملايين يعني تقریبا أشت سيد حسين داعي الإسلام الكاتب والسياسي الإيراني كان ضيفنا من باريس عبر سكايب شكرا جزیلا لك شكرا جزیلا لك شكرا